اشتراكات زهيدة جدا في المقابل لماذا بقيت تطبيقات عدة ايضا قيد الاستخدام والتداول رغم ما يشوبها من مساوئ وسلبيات ولم يتم حجبها او حظرها حتى الان اسئلة نطرحها على طاولة الحوار بعد ان نشاهد هذا التقرير فلنتابع تطبيقات الكترونية كثيرة تستخدم في كافة انحاء العالم توفر مزايا باسعار زهيدة جدا تم حجبها في السلطنة ومنها برنامج سكايب الشهير الذي لم تعرف اسباب حظره بعد ولم تقنع التصريحات السابقة المستخدمين لا ندري ما هي الاسباب اساسا التي ادت الى غلق مثل هذا البرنامج يعني بالرغم من وجوده في الدول المجاور والدول العالم يعني يستخدمون هناك برامج اخرى تستخدم في السلطنة مثل الواتساب وغيرها من البرامج لم تحقب يعني اما البرنامج سكايبي تم غلق الاسباب غير معروفة هل تعود الى اسباب من هيئة تنظيم الاتصالات ام الى شركات الاتصالات العاملة في السلطنة البعض فسر حجب مثل هذه البرامج الى اسباب اقتصادية تتبعها شركات الاتصالات في السلطنة واخرون اتهموا هيئة تنظيم الاتصالات بدعمها مشغلية الاتصالات لعدم فتح مثل هذه الفضاءات التي تمكن المستخدمين من خلالها التواصل مع بعضهم البعض ومع اخرين حول العالم باسعار تجنبهم احتكار الشركات المشغلة للاتصالات فتح برنامج سكايبي وغيره من البرامج المحظورة في السلطنة سيقي السلطنة مخاطر القرصنة وسيبقي السوق الالكتروني نظيفا من البرامج السوداء الحقيقة انا باستخدم جوجل توك دباتي بيتيح لي الخدمة الاتصال بالاهل في مصر وخدمة سهلة وصراحة وسريعة لكن لو في مواقع طبعا اكتر بيبقى في افضلية اكتر بالمواحد للاختيار يعني فضاء كما تعلمناه يوصف بانه مفتوح وبرامج يمكن ان تطوع لتكون في خدمة الانسان وتعزيز تواصله مع العالم فلماذا تقف جهات رسمية وشركات مشغلة عائقا امام هذه الطفرة المعلوماتية سؤال تفاعل معه كثيرون بانتظار المقنع من الاجابات مجدد مشاهدينا الرحب بحضراتكم وبضيفنا في الاستوديو الاستاذ محمد بن حمود الكندي مدير اول وحدة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الانتصالات استاذ محمد هل سهلا بك اهلا سهلا بك اسكايبي من بين التطبيقات اللي يتم استخدامها من قبل كثير من المستخدمين نعم ولكن بسبب تقنيات المستخدمة يحول دون اباحته في السلطنة يعني هو محجوب في السلطنة بسبب ما تتوفر التقنيات اللازمة لهذا لا هو على العموم يعني قانون تنظيم الاتصالات نصت المادة عشرين وواحد عشرين على ان تكون تقديم خدمات الاتصالات للعموم لا يكون الا بترخيص من الدولة حسب النصوص والاحكام المنصوص فيها كون الشركة خارج حدود السلطنة يعني لا ينطبق عليها كثير من هذه القوانين لازم الشركة يكون لها فرع في عمان على اساس يعني يسبح بهذا الخدمة يعني كثير من الخدمات والتطبيقات يعني ما لها اي فروع يعني الشركات او المؤسسات او حتى من يشغل هذه الامور نعم بعد التنسيق مع كثير من الجهات المعنية لانه اصبح الان الانترنت يعني وسيلة يستقدم من قبل كثير من الافراد في السلطنة نعم لكن مع هذا الاستخدام توجد كثير من الجوانب السلبية التي تأتي مع هذه التقنية وكون ان هذا التقنية بالذات يعني تقنية لا لخ محمد مع هذه التقنية بالذات مع سكايب بالذات السكايبي يعني تستقدم تقنية لا تتوفر فيها المعايير المطلوبة في السلطنة مثل تتبع على سبيل المثال الجهات الغير مرغوبة على سبيل المثال هذه الجهات تستقدم هذه التقنية ولا تعطي الجهات المعنية يعني هي مسألة في تقنية بحتة يعني كيف تتبع الجهات بمعنى آخر يعني التقنية لازم تكون تقنية معتملة من قبل شبكات السلطنة نعم لو نضرع أيضا المادة سبعة في قانون تنظيم الاتصالات يعني ينص على تهدف الهيئة بصفة مثلها ضمان توفير خدمات الاتصال تشجيع استخدام خدمات الاتصال استخدام خدمات الاتصال بهدف تشجيع صادرات العمانية وغيرها أيضا يعني كلها تشجيع وكلها تطوير وكلها لكن على أرض الواقع يعني يتساءل البعض بأنه يمكن العكس صاير في كثير من الدول على فكرة يعني السكايبي ليست متاحة يعني نعرف لكن مع هذا يعني السلطنة دائما تحاول في شيء اسمه توفير بالتأكيد نحن لابد أن نقول أيضا بأنه هذا البرنامج ليس متاح في كل الدول لكن لماذا نكون نحن من الدول التي لا تتيح هذا البرنامج لماذا لنكون من الدول الأخرى التي تتيح هذا البرنامج وخصوصا أنه هذا البرنامج تعرف حضرتك بأنه كثير من طلبة في الخارج حبوا يتواصلوا معهم كثير أيضا من الناس السياحة التي تأتي إلى السلطنة يحبوا يتواصلوا مع أهلهم وهذا يعني من يقول بأنه هذا يمكن حجب هذا البرنامج هو حماية للمشغلين المحليين لا أعتقد أنه هذا الكلام صحيح بدليل أنه الهيئة في العام الماضي أصدرت قرار بشأن تنظيم خدمات الاتصالات الصوتية عبر البروتوكول الإنترنت نعم ونص المادة الثانية من القرار هذا على أساس أنه يجوز للهيئة السماح لبعض التطبيقات لاستخدام الشخصي للأفراد محمد قبل فترة أعلنتم في الصحف أنه تريدوا تأخذوا مرئيات بشأن ضبط استخدام التقنية ومنها طبعا يعني من الأجهات ممكن مختصة وحتى في الإشارة للمواطنين والمقيمين يعني هل يمكن أن يكون هذا وكثير تساءلت لما عرفت موضوع اليوم هل يمكن أن يكون هذا طلب أيضا أو اقتراح لإدراج هذا البرنامج ضمن الخطط المستقبلية للهيئة إن شاء الله دائما الهيئة باب مفتوح ودائما تستشير العموم في أمور كثيرة منها القرار الذي صدر العام الماضي بخصوص تنظيم خدمات الصوت مع تغير التقنيات وتجددها تنظيم الاتصالات يحتاج إلى مواكبة التقنية هذه وإن شاء الله في الأيام القادمة بس أعتقد أستاذ محمد تتفق معي بأنه يعني اللي بيشوفنا الحين يقول لك أنه هذه تبريرات يعني مش مقنعة كثير يعني أنه نقول التقنية ونتحدث بأنه مسألة تقنية بحتة بينما يعني نعرف أيضا أو هكذا يفترض على الأقل أنه تتوفر يعني التقنيات في الاتصالات والإنترنت في السلطنة لا تقل عن دول العالم الأخرى نعم مثل ما قلت يعني خدمات الاتصالات في تطور مستمر وفي بعض التقنيات يعني لا تستخدم في كل الدول لما يتوافق مع المعايير المطبقة في البلد يعني شركة سكايبي في عدة محاولات من قبل الجهات المعنية حاولت التنسيق معهم هي الشركة حاولت التنسيق؟ لا لا أو أنتم السلطنة حاولت تنسق مع الجهات هذه لتوفيرها لكن كونة ما من مصلحتها أن تأتي إلى عمان الشركة ما من مصلحتها تأتي إلى عمان؟ لا بمعنى أنه لا تريد تستثمر في البلد أو يمكن أنتم كهيئة بتطالبوها مثلا برسوم كثيرة وتقول لك أنا يا أخي في دول كثيرة ما حد يطلب مني رسوم ما معنى أدفع هنا يعني؟ نعم كذلك الشركات المرخصة في عمان شركات مرخصة وعندها نفس الامتيازات وفي نفس الوقت عندها التزامات تجاه المواطنين وتجاه الحكومة فالشركات التي تعمل خارج حدود السلطنة عليها أن تلتزم بنفس الشروط يعني هو متعلق بالشركات؟ بالمشغلين المحلين الأمر؟ أم أنه التزام الشركات فقط هو اللي هنا بتضربه مثال حضرتك؟ لا لا هي كمثال يعني يكون أنه شركات هذه مثلها مثل غيرها يعني إذا تريد تقدم خدمات الصلاة للسلطنة هي مرحبة يعني وما عندنا أي طب ما تشوف مثلا أنه هذا المنع قد يمكن تعرف الآن الكمبيوتر والحاسوب والتطور وكثير صاروا يعني مبدعين فيه نعم لا تعتقد أنه مثل منع هذه البرامج المعروفة والتي يعني يكون مصدرها معروف قد يعطي مجال لمن يعني يريد أن يدخل إلى الساحة نعم ببرامج قد تكون أخطر مثلا من حيث الاستخدام وخطورة حتى على النشأة نعم هو مثل ما قلت يعني هي تنظيم وليست منع أو حجب يعني لكن بسبب تأخر دخول هذا الخدمة في السلطنة يتم تفسيرها أنه هي منع ولكن هي منع للخدمة يعني حتى نحن يعني على صعيد التلفزيون نحتاج إلى سكايب يعني تتعرف بعض المناطق لا يتوفر لديك الإمكانية للنقل المباشر مثل هذه الخدمات تسهم أيضا حتى في نقل المجتمع العماني بنقل كل التفاصيل يعني لو كانت هذه الخدمة متوفرة تستفيد منها أيضا قنوات السلطنة مثل ما بنشوف يعني أيضا على مستوى العالم القنوات التلفزيونية نعم مثل ما ذكر التقرير هناك بدائل لكن بالذات جهات وأشخاص يصروا على تطبيق معين ولكن هناك بدائل تم طرحها في السوق ويتم استخدامها بشكل مكثب على فكران طب حين أخ محمد لو بيشوفنا واحد من أخواننا الطلبة في الخارج يعني بيقول لك أنا هذا السكايب أنا ما عرف كل هذه التعقيدات أنا يعني البرنامج هذا بيساعدني أني أتواصل مع أهلي يشوفوني أشوفهم يطمنوا على أخباري يمكن ما يقنعوا هذا الحوار نعم هو مثل ما قلت يعني الهيئة تفتح ذراعيها في المسائل هذه ودائما تطرح مشاورات للعموم ونتمنى أنه يكون في مشاركة من قبل الجمهور يعني الأفهم من كلامك بأنه الهيئة ليس لديها معنى أن تأتي هذه الشركة لتشغيل الخدمة أي وسوق السوق السلطنة بالنسبة لقطاع التصالات سوق مفتوح وتقديم هذا النوع من الخدمات محتاج إلى ترخيص حسب القوانين الحالية فلم تتقدم شركات هذه لطلب هذا النوع من الترخيصين يعني الحين المشكلة صارت في الشركة نحن كمستخدمين نعرف أنه هي الشركة التي لا تريد أن تشغل الخدمة في عمان هل دقيق الكلام؟ لا الأصح أنه هذا طبعا يمكن أن أقدر أقول أنها هي نظرة شخصية أنه يمكن هي ما تظن أنها محتاجة أن تكون متواجدة في السلطنة يعني بدليل الدول الأخرى سكايبي عندها أقود مع شركات مشغلة في البلد يعني أنا ما أعرف يمكن أن يكون هذا الكلام بحكم أنتو خبرتكم لكن أنا أعتقد أنه مثل هذه الشركات دائما تسعى أنها تكون متواجدة أولا حتى يعني تحظى تغطيتها على مستوى العالم نعم ومتعرف مؤكد يعني بأنه هذا يعني يكون له أيضا أرباحة وتجارة رامحة في هذا المجال نعم طيب هل هناك دراسات في هذا الموضوع؟ يعني أنتوا أكيد طبعا الناس بحكم وجودكم في الهيئة يسألوكم دائما هذا السؤال يعني هل في شيء دراسات؟ هل في يعني خلينا نتجاوز قصة رغبة الشركة وغيرها؟ هل هناك دراسات لتسهيل أيضا قدوم هذه الشركات؟ منه بيقول لك أنتو والله عندكم مثلا رسوم عالية أو تراخيص عالية؟ نعم مثل ما قلت يعني نظام السلطنة في قطاع الاتصالات نظام يعني مفتوح لمن يرغب في التقدم في الطلب هذا التراخيص الهيئة عملت أدة دراسات فيما يخص بالبروتوكول الفويس وفيبي يعني على فكرة يعني هيئة تنظيم الاتصالات تبند من فترة طويلة سياسة حيادية التقنية بمعنى لا تنظر إلى نوعية التقنية طالما توفرت فيها الشروط المطلوبة لتقديم الخدمات في السلطنة يعني هي متاحة يعني حيادية تم بما يخصنا نتمنى ذلك نشكرك على وجودك معنا اليوم نتمنى أن نكون قد أجبنا عن بعض التساؤلات أستاذ محمد بن حمود الكندي مدير أول وحدة شؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات شكرا جزيلا لك إلى هنا مشاهد الكرم نصل لنهاية قضية اليوم شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء في قضية جديدة ترجمة نانسي قنقر